بسم الله الرحمن الرحيم معانا تحدي نجرب مطاعم السيوت واول مطعم معانا النهاردة هو مطعم عربيات طلبت كام سندويتش طلبت سندويتش بيت بالبسترمة وطلبت سندويتش فول وطلبت سندويتش فرنش فرايز وطلبت سندويتش طعمي بالتحبيش طبعا كالت البيت بالبسترمة عجبني كويس بس الكمية وليلة نيجي بقى سندويتش الفرنش فرايز ده الفرنش فرايز الصورة طبعا على موقع طلبات غير الحقيقة الحقيقة سندويتش جاي كده كأن عضوا لمواغزة كلب وادي البطاطس ندوء ام البطاطس مع انها مش مشجعة طعم وحش جدا البطاطس فيها طعم زيت وحش جدا او طعم يعني حاجة مع الطينة كده مش حلوة جدا ولا فرنش فرايز ولا اي حاجة الصلاطة شغالة زي اي صلاطة العيش جامد بهدل ناكل ندوء طعم البطاطس سيء جدا في طعم يعني معطن كده طعم طعم مش حلو مش حلو خالص مش بطاطس دي هديله سالب عشرة من عشرة اللي بعده كل مطعم دي فصيوت نيجي بقى طبعا السندويتش جات قتلي بالحالة المزرئة دي ده سندويتش الفول ندوء لعل طعمه يشفع له مفروض ده فول اسكندراني والله مش وحش حلو الفول حلو قوي مش وحش بس الشكل غير محفز دي الاكل اللي بعده السندويتش اللي بعده كده الطعمية والطعمية دي هي اهم حاجة في المطعم وطبعا مطعم فوله طعمية لازم تثبت الطعمية قادي شكل ام السندويتش من جوه بتنجان وشكل بتنجان مش محفز على الاطلاق وحططلي في الفلاقة غريبة كده وخياره بدوء الطعمية في الاول طعمية شكل هماسك كده وبعضيها هماسكة غريبة جدا غير محفزة ومش هشة خالص ندوء الطعمية نشوف طعمها هي لا فيها طعم زي طعم الدواء لا ما عرفوش يعملو طعمية عربياتها فرع السيوت ما عرفوش يعملو طعمية فيكو سبرة كتير والطعمية ماسكة في بعضيها كأنها كده صب ندوء سندويتش كله لا الطعمية فيها طعم زي الدواء ادي له سالب عشرة من عشرة عندنا كويس في السنويتش دي سنويتش الفول اسكندراني كويس جدا سنويتش الفول كويس لكن سنويتش التانية سفر وانا مش عارف ازاي ما طعم زي عربياتها المفروض من خصص في الطعمية عمل طعمية طعمها زي الدواء ادي له سالب عشرة من عشرة معلش عربياتها وده من على الموقع طلبات والسلام عليكم ورحمة الله